طيب خلينا نتفل أول أنه القاعدة في الأساس يعني هو أنه الوحيد القادر على عشان طبعا الجماهير كتير بتتكلم والناس يمكن عشان المستوى ما كانش على الرغم أنها بتادينا المباراة كويس والله ويعني فرصة الشحات دي لو كانت خلصت كالسيناريو المباراة يروح في حتة تانية خلاص لكن قدر الله مش أفعل لكن الناس يمكن بتتكلم على حكتين واحد التدوير اللي بيعمله مستر مارسيل كولر وغيابات بعض الأسماء وأبرزها طبعا الصفقات الجديدة المفترض أنها يعني يعني نادي جابها عشان تعمل الفارق يعني تصنع الفارق طبيعي جدك لما يجيب صفقة على سكواد موجود مفترض أنها بتبقى إضافة للفريق والنهاردة ناس بتكلم في أسماء كتيرة جدا غيبة وناس بتكلم على مشاكل وناس بتكلم على استبعاد وناس بتكلم على عدم اختناع مستر مارسيل كولر خلينا نكلم بمنطقة صراحة وأنا يمكن أكون واحد منكم يعني أنا أنا بقعد أتفرج على الماتشاط بقعد أسأل هو ليه ده مكان ده وليه ده ما ابتداش المباراة وليه ده غايب عن القائمة لكن في النهاية في النهاية مفيش مدير فني عايز يخسر مفيش مدير فني حيشوف ورقة معايا ممكن تكسبه أو تمثله حل من الحلول ويستبعده شيء عكس المنطق يعني والوحيد كمان في نفس الوقت اللي عنده القدرة على أنه يقيم المستوى أصلا جماعة المستوى ده مش حاجة سابتة يعني المستوى ده مش حاجة سابتة ولعيبة كتير جدا على فكرة أهم من فكرة الإمكانيات والمهارات في كرة القدم أهم جدا 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 خدوا بالكم الفكرة دي وحاولوا تتبعوها حتى مع اللعيبة اللي أنتو بتحبوها أو اللعيبة اللي أنتو بالنسبة لكم على متاستفهام أهم من الإمكانيات والمهارات هي فكرة قدرتك على الحفاظ على ثبات مستوىك يعني في لعيب ممكن يبقى عظيم جدا جدا لكن ممكن يلعب مطش وعشرة لا أو يلعب يمشي على سطر ويسيب سطر القصة هنا في فريق زي نادي الأهلي أو نادي زي نادي الأهلي عايز بطولات وعايز مكسب طول الوقت وبيلعب على المكسب من ديال الأولى لديال سين أنك أنت يبقى عندك القدرة على أنك تحافظ على ثبات مستوىك وبالتالي تجبر المدير الفني على أنه يشرك يمكن عشان التشكيلة يعني بتهالي التشكيلة دي أول مرة تزق أو التركيبة دي وخصوصا في الخط الأمامي يعني فكرة أنه الشحات وطاهر وعبدالقادر وبرسيتاوي وموجودين في الملعب مع بعض دي يمكن أول مرة تحصل ما حصلتش قبل كده ولو حد يعرف أنها حصلت قبل كده ياريت يفكرني هنا في مباراة صعبة زي دي في توقيت زي ده بعد بطولة ومجهود كبير جدا بوزل في كاس العالم الأهلي عشان يوصل أنه ينافس الريال وفلمانجو وسياتل ساوندز أنا متأكد أن اللعيبة بزلت فوق طاقتها طاقة واثنين وثلاثة محدش ينكر أبداً وجماعة برضو حنتعامل مع بشر يعني عشان نكون منطقيين محدش ينكر أبداً حجم المجهود اللي بوزل في أربع مباريات في بطولة كاس العالم ضيفة عليها كمان وده واحد من أكتر الحاجات اللي حقيقة اللي ممكن تكون عصرت على المستوى في المباراة دي يعني في جزء من العقل الواحد بيدي برضو إيه أنا مش عايزة أقول مبررات أو شمعات لأنها الأهلي يعني مدرسة الأهلي مش بتاعت الفكر دي الفكر ده لكن في النهاية أنت بتتكلم على فريق إحنا النهاردة تسعتاشر تسعتاشر يوم في فبراير سافر فيها بس مش هقولك اتمرن وعلى خط موجهات قد إيه سافر فيها ست رحلات بالطيارات يعني في تمنتاشر يعني كل تلات يام العيبة دي ركبة طيارة كل تلات يام دي كل تلات يام العيبة دي عندها رحلة صفر صفر وتمرين ومباراة واستشفى وتمرين ومباراة وصفر وأكذا في 18 يوم في منتهى منتهى الراق على الشخص العادي ما بالك على لعب كرة على مستوى النادي الأهلي بينافس في بطولات زي دوري الأبطال وكاسة العالم